حدثنا سفيان عن عمر وعن الزهري عن ابن كعبي بن مالك عن ابيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان اروح الشهداء في طائر خضر تعلق من ثمر الجنة وقرئ على سفيان نسمة تعلق في ثمرة او شجر الجنة حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعبي بن مالك عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث اصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن كعبي بن مالك عن ابيه ان جارية لهم سوداء ذبحت شاتا بمروة فذكر كعب للنبي صلى الله عليه وسلم فامره باكلها حدثنا ابن نمير عن هشامين عن عبد الرحمن بن سعد ان عبد الرحمن ابن كعبي بن مالك او عبد الله ابن كعبي بن مالك اخبراه عن ابيه كعب انه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث اصابع فاذا فرغ لعيقها حدثنا ابو اسامة قال اخبرنا ابن جريج عن الزهري عن عبد الرحمن ابن كعب عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر الا في الضحف يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ويقعد فيه حدثنا يزيد وابو النضر قال انا المسعودي عن سعد ابن ابراهيم عن ابن كعبي بن مالك عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها اخر حتى يأتيه اجله ومثل الكفر مثل الارزة المجذية على اصلها لا يقلها شيء حتى يكون انجي عافوها مرة حثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال انا ابن جريج قال حدثني ابن شيهاب ان عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب قال عبد الرزاق وعن عمه عبيد الله ابن كعب عن كعبي بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى واذا قدم بدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين ثم جلس فيه حنا سريج وابو جعفر المدائني قال حدثنا عباد عن صفينا ابن حسين عن الزهري عن عبد الله ابن كعبي بن مالك عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو ملازم رجلا فقال ما هذا قال يا رسول الله غريم لي واشار بيده ان يأخذ النصف قلت يا رسول الله نعم قال فاخذ الشطر وترك الشطر حنا عبد الرزاق قال اخبران معمر عن الزهري عن عبد الرحمن ابن كعبي بن مالك عن ابيه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان لها عز وجل قد انزل في الشعر ما انزل فقال ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفس بيده لا كأن ما ترمونهم به نضح النبل حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن ابن كعبي بن مالك عن ابيه قال لم اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في غزات غزاها حتى كانت غزوة تبوك الا بدرا ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم احدا تخلف عن بدر انما خرج يريد العير فخرجت قريش المغوثين لعيرهم فاتقوا عن غير موعد كما قال الله عز وجل والعمر ان اشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر وما احب اني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث توافقنا على الاسلام ولم اتخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك وهي اخر غزوة غزاها فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بالرحيل واراد ان يتأهب اهبت غزوهم وذلك حين طاب الظلال وطابت الثمار فكان قل ما اراد غزوة الا ور غيرها وقال يعقب عن ابن اخي ابن شيهاب الا ور بغيرها حدثناه سفيانا عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبي بن مالك وقال فيه ور غيرها ثم رجع الى حديث عبد الرزاق وكان يقول الحرب خدعة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ان يتأهب الناس اهبة وانا ايسر ما كنت قد جمعت راحلتيني وانا اقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحاذي وانا في ذلك اصغو الى الظلال وطيب الثمار الثمار فلم ازل كذلك حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم غاديا بالغدات وذلك يوم الخميس وكان يحب ان يخرج يوم الخميس فاصبح غاديا فقلت انطلق غدا الى السوق فاشتري جهازي ثم الحق بهم فانطلقت الى السوق من الغد فعسر علي بعض شأني فرجعت فقلت ارجع غدا ان شاء الله فالحق بهم فعسر علي بعض شأني فلم ازل كذلك حتى اتبس بالذنب وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعت امشي في الاسواق واطوف بالمدينة فيحزنني اني لا ارى احدا تخلف الا رجلا مغموصا عليه في النفاق وكان ليس احد تخلف الا رأى ان ذلك سيخفى له وكان الناس كثيرا لا يجمعهم ديوان وكان جميع من تخلف تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة وثمانين رجلا ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت ابوكا فلما بلغت ابوكا قال ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من قوم خلفاه يا رسول الله برديه والنظر في عطفيه وقال يعقب عن ابن اخي ابن شيها بن برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا نبي الله ما نعلم إلا خيرا فبينهم كذلك إذا هم برجل يزول به السراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمت فإذا هو أبو خيثمت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوكا وقف الودن من المدينة جعت أتذكر بماذا أخرج من سخطة النبي صلى الله عليه وسلم وأستعين على ذلك كل ذي رأي رأي من أهلي حتى إذا قيل النبي هو مصبحكم بالغداة زحى عني الباطل وعرفت أني لا أنجو إلا بالصدق ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ضحا فصل في المسجد ركعتين وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك ودخل المسجد فصل ركعتين ثم جلسا فجعل يأتيه من تخلف فيحلفون له ويعتذرون إليه فيستغفروا لهم ويقبلوا على نيتهم ويكلوا صرائرهم إلى الله عز وجل فدخلت المسجد فإذا هو جالس فلما رأاني تبصم تبصم المغضب فجئت فجلست بين يديه فقال ألم تكن ابتعت ظهرك قلت بلى يا نبي الله قال فما خلفك قلت والله لو بين يدي أحد من الناس غيرك جلست لخرجت من سخطته بعذر لقد أوتيت جدلا وقال يعقوب يعقوب عن أبني أخي ابني شيهاب لرأيت أن أخرج من سخطته بعذر وفي حديث عقيل أخرج من سخطته بعذر وفيه لا يوشكن أن الله يسخطك علي ولا إن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرجو فيه عفو الله ثم رجع إلى حديث عبد الرزاق ولكن قد علمت يا نبي الله أني إن أخبرتك اليوم بقول تجد علي فيه وهو حق فإني أرجو فيه عفو الله وإن حدثتك اليوم حديثا ترضى عني فيه وهو كذب أوشك أن يطلعك الله علي والله يا نبي الله ما كنت قد تأيسر ولا أخف حاذا مني حين تخلفت عنك فقالا أما هذا فقد صدقكم الحديثكم حتى يقضي الله فيك فقمت فثار على أثر ناس ناس من قوم يؤمنبونني فقالوا والله ما نعلمك أغنبت ظنبا قد قبل هذا فهل لا اعتذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعذر يرضى عنك فيه فكان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي من وراء ظنبك ولم تقف نفسك موقفا لا تدري ماذا يقضلك فيه فلم يزال يؤمنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي فقلت هل قال هذا القول أحد غيري قالوا نعم هلال بن أمية ومرارة يعني ابن رابعة فذكروا رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما يعني أسوة فقلت والله لا أرجع إليه في هذا أبدا ولا أكذب نفسي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة قال فجعت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد وتنكر لنا الناس حتى ما ما هم بالذين نعرف وتنكرت لنا الحيطان التي نعرف حتى ما هي الحيطان التي نعرف وتنكرت لنا الأرض حتى ما هي الأرض التي نعرف وكنت أقوى أصحابي فكنت أخرج فأطوف بالأسواق وآتي المسجد فأدخل وآتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلم عليه فأقول هل حرك شافتيه بالسلامي فإذا قمت أصلي إلى سارية فأقبلت قبل صلاة نظر إلي بمؤخر عينيه وإذا نظرت إليه أعرض عني واستكان صاحبي فجعلا يبكيان الليل والنهار لا يطلعان رؤوسهما فبين أنا أطوف السوق إذا رجل نصراني جاء بطعمين يبيعه يقول من يدل على كعبي بن مالك فاطفق الناس يشيرون له إلي فأتني وأتني بصحيفة بصحيفة من مالك غسان فإذا فيها أما بعد فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك ولست بداري مضيعة ولا هواء فالحق بنا نوسيك فقلت هذا أيضا من البلاء والشر فسجرت لها التنور وأحرقتها فيه فلما مضت أربعون ليلة إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتني فقال اعتزل امرأتك فقلت أطلقها قال لا ولكن لا تقربنها فجاءت امرأة هلال فقالت يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضعيف فهل تأذن لي أن أخدمه قال نعم ولكن لا يقربنك قالت يا نبي الله ما به حركة لشيء ما زال مكب يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان قال كعب فلما طال علي البلاء اقتحمت على أبي قتادة حائطه وهو أبن عمي فسلمت عليه عليه فلم يرد علي فقلت أنشودك الله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله فسكت ثم قلت أنشودك الله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله قال الله ورسوله أعلم قالا فلم أملك نفسي أن بكيت ثم اقتحمت الحائط خارجا حتى إذا مضت خمسون ليلة من حنينها النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا صليت على ظهر بيت لنا صلاة الفجر ثم جلست وأنا في المنزلة التي قال الله عز وجل قد داقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا إذ سمعت نداء من ذروة السلع أن أبشر يا كعب بن مالك فخررت ساجدا عرفت أن الله قد جاءنا بالفرج بالفرج ثم جاء رجل يركض على فرس يبشرني فكان الصوت أسرع من فرسه فأعطيته ثوبي بشارة ولبست ثوبين آخرين وكانت توبتنا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل فقالت أم سلمت عشية إذن يا نبي الله هل نبشر كعب بن مالك قال إذن يحتمنكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليلة وكانت أم سلمة محسنة محتسبة في شأن تحزنوا بأمر فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر وكان إذا سر بالأمر استنارة فجئت فجلست بين يديه فقال أبشر يا كعب بن مالك بخير يومين أتى عليك منذ يوم ولدتك أمك قلت يا نبي الله أمن عند الله أو من عندك قال بل من عند الله عز وجل وجل ثم تلا عليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار حتى إذا بلغا أن لها هو التواب الرحيم قال وفينا نزلت أيضا اتقوا ألها وكونوا مع الصادقين فقلت يا نبي الله إن من توبتي أن لا أحدثأي لا صدقا وأن أنخلع من مال كله صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بي خيبر قال فما أنعم الله عز وجل علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته أنا وصاحبي أن لا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا أني لا أرجو أن لا يكون الله عز وجل أبل أحدا في الصدق مثل الذي أبلاني ما تعمدت لكذبة بعد وإني لا أرجو أن يحفظني الله فيما بقي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبن مبارك عن معمر ويونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبي بن مالك عن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه شقة قمر وكنا نعرف ذلك فيه حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعبي بن مالك أن أباه أخبره أنه تقاض أبن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليه ما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب بن مالك فقال لبيك يا رسول الله وأشار إليه أن ضع من دينك الشطر قال قد فعتوا يا رسول الله قال قم فقده حسن إسحاق يعني ابن الطبع قال حدثنا أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن أبن كعبي بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم كان إذا أراد أن يسافر لم يسافر إلا يوم الخميس حسن هاشم قال حدثنا أبو معشر عن يزيد بن خصيفة عن عمري بن كعبي بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا وجد أحدكم ألما فليضع يده حيث يجد ألمه ثم ليقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد ترجمة نانسي قنقر